اهلا بك يا صديقي قبل ما نبدأ الفيلم احب افكرك ان اتصال على النبي وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان تتابع فيديواتنا الجديدة اول باول وبدون ما طول عليكم يلا نبدأ بيبتدي فيلمنا مع عظب التوم واللي بيكون عيش وحيد بعد وفاة زوجته وبيجهز نفسه علشان هيخرج وبياخد عربيته وبيروح يقابل ناس معينة واللي كانوا عبارة عن اتنين من العصابة الكورية عشان يبعي لهم اسلحة ولما بيوريهم السلح بيتضيقوا لانه مش من النوع اللي اتفقوا عليه فبيقول لهم توم ان السلح ده خطير ومن ايام الحرب الكورية ويمكن كمان اتأتل به اجدادكم فبيتعصبوا اكتر وبيقولوا له انهم اتفقوا معاه على انواع معينة لكن توم بيقول لهم مفيش غيره وبيفضل يستفزهم لغاية ما الاتنين بيفضلوا يضربوا فيه بعدها بياخدوا منه مفتاح عربيته وبياخدوها باللي فيها وبيمشوا بسرعة بعدها بدقائق بيقوموا بيكلم اسم الشرطة وبينشوف وراها اعلان عن بنتين مخطفين وبيروح توم لمكان العصابة وبيلاقي عربيته واللي اتضح انه مركب فيها جي بي اس وبياخد مسدسه ووكل الرصاص وبالتالي كان قصد يستفزهم عشان يضربوه ويسرقوا العربية فيعرف المكان اللي بيستخبوا فيه بعدها بيقتحم المكان بكوة وبيخلص على الاول وبيضرب التاني بكل عنف وفجأة بيظهر واحد وبيضرب توم لكن بتيجي فوق الرصاص فبيروح وراه توم وبيخلص عليه وبيتبادل مع اخر واحد اطلاق النار لغاية ما مسدسه بيفضع وبيضربه توم وبيخليه يحصل زميله بعدها بيحط مسدس في ايد واحد من المقتلين وبيضرب به رصاصتين ناحية الباب وبياخد مسدس تاني وبيرمه جنب واحد منهم وبكده في التحقيق يكون هما اللي ضربوا عليه نار وهو دفع عن نفسه وبيروح توم ناحية قدى مقفولة وبيدخلها فبيلاقي البنتين المخطفين وهما محبوسين وبعد شوية بيوصل النقيب جاك واندر رئيس الشرطة وبيطمن الصحافة وعلى الناحية التانية بنشوف سانتوس وكليدي واللي بيكون زميل توم في الوحدة الخاصة بمكافحة العصابات وما كانوش مسدقين انه خلص العملية لوحده ولقى المخطفين اللي المدينة كلها بتدور عليهم وبيدخل عليهم واندر وبيأمرهم انهم يجهزوا التقرير ويكون كويس علشان يبعتوه للنيابة واندر كان مبسوط من توم جدا واللي بيعتبره ايده ليمين لانه قدر ينفذ العملية زي ما اتفقوا مع بعض ويلقوا المخطفين ولما توم كان مستنى برة بيروح للضبط واشنطن زميل توم القديم واللي كان مستغرب انه ما اتبقاش ولا شاهد من المجرمين فبيقول له توم انهم سفحين ويستهلوا اللي حصل فيهم فبيعرفوا واشنطن انهم مهما كانوا سيئين فيستحقوا يتقدموا للمحاكمة وكان عنده دايما شكوك في طريقة عمل توم والوحدة اللي شغل فيها وقبل ما يشدوا مع بعض بيتدخل للرئيس واندر وبيأمرهم انهم يبعدوا عن بعض وبيطلب من توم ما يقربش منه تاني ولما راح المستشفى شخص جامو بدأ يتكلم معه وبيقول له انه شافه في التلفزيون لما لاقي البنتين المخطفين وبدأ يسأله اذا كان هم اللي ضربوا عليه نار الاول فبيستغرب توم وبيقول له ما يقلقش وان ده شغله وفجأة بيجي الضابط وبيتكلم مع الشخص ده وبيتضح انه يبقى النقيب جيمز بيجز وبيكون من الشؤون الداخلية وبيدي توم الكارت بتاعه والجهة دي بتبقى مسؤولة عن التحقيق في مخالفات الزباط وبتيجي بعدها الطبيبة جريس عشان تعالجه واللي بتبقى في نفس الوقت صديق توم وتاني يوم بيحضر توم حفلة عاملها واندر لزباط الشرطة واللي كان مبسوط منه جدا لان القائد العام قرر يرأي واندر بسبب نجاه وحدته في انقاذ المخطفين وطبعا ده بسبب توم وهنا بيدي له توم الكارت بتاع بيجز وبيسألوا عنه فبيقول له واندر انه بينه وبين بيجز تاريخ قديم وانهم مش بيطئوا بعض فبيستغرب توم انه كلمه هو بالذات فسنتو الزميلو بيعرفوا انه بسبب واشنطن واللي كان قاعد الناحية التانية وواندر بيقول لتوم انه واشنطن قابل بيجز اكتر من مرة الفترة اللي فاتت وانه شاكك في شغل الوحدة فبيتعصب توم وكان عايز يتخانق معاه لكنهم بيوقفوه وبيحذر واندر من انه يقرب منه او يدخل معاه في مشاكل وتاني يوم توم بيرائب واشنطن وهو قف عربيته وبيروح وراه عشان يحذره من اللي بيعمله وبيقف واشنطن في سوبر ماركت ولسه توم هيروح وراه فبيلاقي اتنين مغاميين والشوم وداخلين السوبر ماركت فبيدخل توم بسرعة من الباب الخلف علشان يحذر واشنطن لكن واشنطن بيدربه لانه كان فاكر انه جاي يقزي وفجأة المسلحين بدأوا يدربه نار في كل حتة فبيستخبوا الاتنين عشين يتصدوا ليهم وفضلوا المسلحين يدربه نار فتم بدأ يدرب ناحيتهم من مسدسه لكن رصاصة جاد بالغلط في كتف واشنطن بعدها المسلحين قربوا منه في الوقت اللي مسدس توم فضي وبدأوا يدربوا على واشنطن بكل عنف ووقع على الارض وتوم ما كانش عارف يدخل وبينسحب المسلحين من الماركت وكأنهم جايين بس عشان يخلصوا على واشنطن وتوم ما قدرش يلحق صديقه القديم وبيموت وبيوصل على طول الرئيس واندر واللي كان في قمة الغضب وبيدخل مع رجالته وبيروح لغرفة المرقبة وبيشوف الفيديو اللي حصل لما واشنطن كان بيتخنق مع توم وكمان لما المسلحين دخلوا وقتل واشنطن وكليدي بيعرف واندر ان ما فيش حد غيرهم شاف الفيديو وبيقول لهم توم ان كان بيحاول ينقذ واشنطن لكن واندر بيقول له انه مش ده اللي بين قدامه وان الفيديو ده لو وصل للنائب العام مش بس هيترد من الشرطة ولكن هيدخل السجن وبيهدى واندر وبيقول له انه هيكتف التقرير ان البايع نيس يحط استوانة التسجيل في الجهاز النهاردة وبانه اول واحد يستجيب لاطلاق النار ويوصل للمكان علشان ينقذ واشنطن وبعدها فعلا بياخد توم الاستوانة اللي عليها تسجيلات الكاميرا علشان محدش يشوفها وبالليل بيقابل توم صديقته جريس وحكى لها كل اللي حصل وانه غطبا لانه ما قدرش ينقذ صديقه القديم فبتعرفوا انه عمل كل اللي عليه فبيقول لها بسخرية انه كان مستخب به وصديقه بيموت وانه ما كانش في ايده يعمل حاجة وبتستغرب جريس ان الحقيقة اتغيرت زي ما واندر عايز فبيعرف توم ان في الشرطة مش مهم ايه اللي حصل ولكن المهم ايه اللي هيتكتب في التقرير وتاني يوم واندر بيطمن توم ان التقرير اتعامل زي ما اتفقوه في انتظار التحقيقات وبيكلفه باختصاص تاني الايام اللي جاي عشان يبعده عن العين شوية واللي بيكون عبارة عن طلاق شكاوي الموطنين ضد زباط الشرطة وفحصها وفعلا توم بينفس كلامه وهنا بيظهر النقيب بيجز وبيقول لتوم انه عارف انه اول واحد وصل لمكان الجريمة وبيسأله عن عدد المسالحين اللي كانوا هناك فبيقول له توم كانوا اتنين زي ما مكتوب في التقرير فبيعرفوا بيجز ان الطبيب الشرعي استخرج ثلاثة اعيرة نارية مختلفة من جثة واشنطن وده معناها ان اللي ضربوا عليه ثلاث اشخاص مش اتنين لكن توم ما بيردش لان العيار الثالث كان من مسدس توم بالغلط فبيقول له بيجز انه في كل مرة بيعمل مشكلة وواندر بيجي وينتظه وانه قريب جدا هيفضح كل زميله وعلى رأسهم واندر نفسه بعدها على طول واندر بيروح لمكتب بيجز وبيعرفوا ان لو عنده مشكلة مع توم يبقى لازم يجيله هو الاول ومش هيسمح له يديه تاني وبيجز بيقول له انه ما يعرفش ان توم هيروح لك زي الطفل الصغير ويشتكي لك فبيعرفوا واندر ان لو عنده اي اتهام لتوم او ليه هو شخصيا يروح للقائد العام بس طبعا عارف انه هيترده بكل سهولة فبيعرفوا بيجز انه فهم اساليبه كويس وانه شغله ايم على الاتزاز وتبادل المصالح وبيحذروا ان الوضع ده مش هيستمر للابد وتاني يوم كانت جنازة واشنطن بحضور كل زباط اسم الشرطة وعليهم علامات الحزن الشديد وبيروح توم عشان يعز ليندا ارمالة واشنطن لكنها كانت مدائقة منه لانها كانت شكة فيه وبيروح توم يقابل المحقق ديسكنت واللي بيتولد تحقيق في قضية واشنطن وبيسألوا عن اللي وصلوا لغاية دلوقتي في التحقيق لكن ديسكنت ما بيرايحوش وما بيقولوش حاجة مهمة لانه شاهد في القضية وبيروح توم لقسم التشريح وبيكون الطبيب يعرفوه لانه هو اللي قام بتشريح جسد زوجة توم لما تقتلت وهنا بنعرف ليه توم بيبقى عدواني جدا مع العصابات وفي كل مهماته بيخلص عليهم من غير اي رحمة ومن غير ما يتبقى حد يشهد او يتحقق معاه وبيكلموا الطبيب عن المجزوفات وانه فيه تلات اعيارة مختلفة منها رصاصة في كتفه وهنا بيدخل ديسكنت عشان يستلم ادلة المجزوفات قبل ما يشوفها توم فبيروح وراه توم وبيقولو ان فيه تلات انواع من المجزوفات يعني ضربوا عليه تلات اشخاص مختلفين فبيطمنوا ديسكنت ويقولو ان المسلحين محدش هيسمع عنهم حاجة وبالتالي اسمه مش هيدخل في المشتبه فيهم لكن توم بيتعصب لان القتل كده هيفلطوا من العقاب فبيعرفوا ديسكنت ان واندر امروا يطلعوا من القضية ولو المسلحين تم التهمهم يبقى كده رجل توم هتيجي في القضية لانه صاحب الرصاصة في كتف واشنطن وبيجي اتصال لديسكنت وبيعرف انهم وصلوا الاسماء المسلحين عن طريق انهم لقوا حمد نوبي على علبة سجير ومنديل خارج السوبر ماركت وبيروحتهم لزميله علشان يسألهم عن المسلحين واللي اسمهم لانهم متسجلين في السيستيم فبيعرفوا انهم تجار مخدرات واتقبض عليهم قبل كده بتهمة الخطف والاعتداء ولما بيسألهم توم ليه ما تحبسوش فبيعرفوه ان شرط زميلهم بلغ المدعي العام اننا عزبناهم وانتهكنا حقوقهم فخرجهم من السجن والشرط ده يبقى واشنطن وبالليل بيروح توم لبيت واندر وبيطلب منه الازن بانه يقتل المسلحين اللي قتلوا واشنطن زي ما عمل مع الكوريين ويدفنهم بطريقته وما حدش اصلا هيهتم بموتهم لكن واندر بيتصدم وبيقوله انه اكيد ساكران من الفوتيكا اللي بيشربها من وقت وفاة زوجته وانه موضوع الكوريين مختلف لانهم كانوا متلبسين بس توم بيصمم على رأيه فبيرفض واندر وبيعرفوا ان كده بيقدم هدية لبيكزي لانه مش غبي وسهل يثبت التهم عليه بعدها بيوم بيتقابل توم مع ديسكنت واللي بيعرفوا انه اكتشف بانه واشنطن كان زبط فاسد وطبعا توم ما كانش مسدق فبيعرفوا ديسكنت انهم لقوا مع واشنطن يوم الحادث مبلغ خمسين الف دولار وبيورر له كمان عينة من المخدر اللي لقوه في عربيته واتضح ان كيلو نص من الهروين فبيقول لتوم ان بكده المسلحين كانوا عاملين معها صفقة لان واشنطن يعرفهم وخرجهم من قضية قبل كده وبيطلب من ديسكنت ان الموضوع يفضل بينهم لفترة بس وفي الليل بيروح توم وديسكنت الاخر عنوان متسجل اللي بيكون واحد من الاتلة لكن توم بيعرف من هناك انه ساب المكان من فترة وبيلاقي مجموعة قعدة مع بعض الناحية التانية فبيقول لديسكنت انها يخوفهم والله يهرب منهم هو اللي يعرف حاجة عن فيرمونت ولسه بيقرب من المجموعة واحد منهم بيهرب فبيروح وراه ديسكنت على طول وبياخد توم العربي عشان يقبله من الجهة التانية وبيفضل ديسكنت يجر وراه وتوم بيرائبهم لغاية ما بيطلع الشخص فوق بيت فبيقف توم بسرعة وبيرميه بالكرسي فبيتزحلق وبيرشق في السلك الشائك وبيبدأ ينزف وبيسأله توم عن فيرمونت وكوتس لكنه بينكر ولما بيضغط عليه توم بيدله على واحد اسمه جيرل وبيقول له انه يعرف كل العصابات اللي في المدينة وبيروح بعدها الجيرل وبيكتحم شاقته بقوة وبيسبته توم بالكلبشات وبيدور في شاقته على اي حاجة دينه فبيلاقي علبة مسترده وفيها حبوب مخدرة وبدأ يهدده وبيضربه عشان يتعاون معاه وإلا هيدخله السجن بتهم تجارة المخدرات وفي الاخر جيرل بيقول له ان فيرمونت وكوتس سابوا المدينة من فترة وميعرفش مكانهم والوحيد اللي يعرفهم موجود في السجن وعنده انفوس كبيرة ومرضيش يقول اسمه عشان ما يتقتلش فبيقول له توم انه هيخده للسجن قدامه يوم واحد بس يتكلم معاه ويعرف مكانهم وإلا هيخليه يتسجن بقية حياته وفي الاخر جيرل بيوافق وفعلا بيخده توم للسجن وبيروح بعدها توم عشان يقابل ليندا أرمالة واشنطن وبيسألها اذا كان الخمسين الف دولار اللي لقوها تخص الشغل معين لواشنطن مع حد فابتسمت ليندا وبتعرفه انه دايما واشنطن كان بيقول لها ان توم هو الاسوأ لانه بيختار دايما يعمي عن الحقيقة وبتقول له ان الفلوس ديه كانت جزء من فلوس بيع البيت بتاعهم لان من وقت تواصله مع الشؤون الداخلية وهو عرف ان فيه ناس بتترصد له وكان بخطة يسافر برأمريكا ويبدأ من جديد ولما توم بيكون في المكتب بيجي له كليدي وبيدي له ظرف اللي فيه المكزوف بتاع مسدس تومين اللي استخرجوه من جزء واشنطن وبيقول له ما تقلقش الموضوع انتهى وهنا بيستغرب توم من اللي حصل وبيستغرب اكتر من توقيته وبيجي الوقتها اتصال منجرلي من داخل السجن وبيقول له معلومات عن شخص اسمه سكريبل وانه هو اللي يعرف مكان وفعلا بيلاقي الشخص ده على وبيروح توم وديسكنت بسرعة علشان يلحقوه لانه كان بيسوق عربيته على الطريق ولما بيوقفوه بيسألوا توم عن مكان لكنه طبعا بينكر فبيهديدوا توم انه ممكن يلفق له توم ويسجنه فبيقول له انهم اشخاص خطيرة وانه كمان ما تقبلش معهم من فترة فبيعرفوا توم انه مش هيخليه يشهد عليهم قصاد المحكمة ولكن الموضوع يفضل بينهم فبيدلهم على اخر مكان قابلهم فيه وهناك بيتقدم توم وبيدخلوا المكان بعزر فبيلقوا دم على الحيطان والمكان كله فوضى فبيمشوا مع اثر الدم اللي على الارض الغيط ما بيخرجوا مرة فبيلاحظ توم طرف في كسمة فون ولما بيفتحوا وبيلاقي جثة ولما بيحفروا اكتر بيكتشفوا جثتين والمفاجأ انهم طلعوا فيرمونتو كوتس لما طبقوهم مع الصور اللي في السيستيم وده سكنت بيقول لتوم انهم اكيد مش القتلة فبيعرفوا توم ان اللي قتلوا واشنطن هما اللي قتلوا اللي اتين دول وخذوا الحمض النووي بتحهم وزرعوه في مكان الجريمة وبيروح توم لسكريبل وبيوري له صور فيرمونتو كوتس وبيسألوا اذا كان يعرفهم لكن بيقول له سكريبل انه ما شفهمش قبل كده وبيستنتج توم ان سكريبل اتعامل مع المجرمين الحقيقيين على انهم فيرمونتو كوتس فبيطلب منه توم انهم لو تواصلوا معاه يقول لهم في حد عايزهم في شغل مهم وبيدي له كارت ديسكنت بعدها بيومين بيجي لتوم اتصال من ديسكنت وبيبلغوا ان سكريبل كلموا علشان فيرمونتو كوتس عايزين يقابلوهم وبيروح توم لبيت ليندا وبيديها الاستوانة اللي فيها في فيديو مقتل واشنطن وبيقول لها ان فيه الحقيقة وانه عمره ما فكر انه يقتل صديقه ولما بتسأله ليه بيعمل كده فبيعرفها انه هو كمان فقط زوجته هو حاسس بالقلم اللي جواها وبيوعدها ان اللي عمل كده في جزء هيدفع التمن وبيروحوا هم الاتنين لمركز الشرطة علشان يجاهزوا نفسهم بالاسلحة وبيعرفوا انهم داخلين في خطر ولو هو مش عايز يروح معاه مفيش مشكلة لكن بيصمم انه ميسيبهوش لوحده وفعلا بيروحوا للمكان وبيستقبلهم هناك سكريبل عشان يقدمهم لفيرمونتو كوتس واول ما بيدخلوا للمكان فيرمونت بيكون حذر جدا لانه اول مرة يتعامل معاهم بعدها توم بيوري الكوتس عينة من المخدرات بتاعته وبيقوله انه عنده كميات كبيرة وانه يقدر يسهل لهم توزيعها وكمان يعرفهم وقت وجود الشرطة فبيعرفوا كوتس انهم كمان عندهم كميات كبيرة وبيسألوا عن الضمانات عشان يرضى يشتغل معاهم وهنا فيرمونت افتكروا وبيقول لكوتس ان الراجل دهك موجود وقت لما اتنى واشنطن فكوتس بيقوله عشان كده جيت النهاردة تنتقم لزميلك وديسكنت لسه يطلع مسدسه عشان ينكس توم كوتس بسرعة بيدربه بالنار وبيجري توم ورا الكانبة وبيفضل فيرمونت يضرب عليهم نار وبيتصب سكريبل وديسكنت كانت حالته سيئة جدا وبيفضل كوتس يزعق في سكريبل عشان ياخد المسدس ويقتل توم لكنه بيقوله انه مش هيقدر فبيبدأ فيرمونت يضرب نار عليهم بعنف وبيتقتل سكريبل وبيتصاب توم في كتفه وبيحاولوا يخرجوا من المكان لكن توم بيقوم وبيبدأ يضرب نار على مصادر الاضاءة ولسه فيرمونت بيبدل البندوية بالمسدس توم بيشغل الكشف وبيقتله ولسه كوتس هيدربه بيستخبى توم وراء التلاجة وبيفضل كوتس يصوب ناحيته فبيزوق التلاجة ناحية كوتس لغاية محشره في الحيطة وضربوا بالنار وخلص عليه وبيروح بسرعة اللي كان في اخر لحظاته وبيموت بين ايديه زي زميل واشنطن وبيروح بعدها توم لجريس صديقته اللي كانت قلقان عليه جدا وبتحول تعالج الاصابة اللي في كتفه وبيسألها توم هي ليه بتبكي فبتفتح التلفزيون وبيلاقي خبر ان الشرطة بتدور عليه لانه تسبب في مقتل اتنين من الشرطة اللي بيشتغلوا في الخفاء وتوم ما بيبقاش مصدق ان الشخصين اللي انتحلوا اسم فيرمونت وكوتس يبقوا تبع الشرطة واستغرب اكتر ان لسه خارج من هناك والخبر انتشر بالسرعة دي وبيطلب من جريس انها تبعد عنه الفترة دي وفجأة بتقتحم الشرطة المكان والغريب ان سانتوس هو اللي كان بيقبض عليه بنفسه ومعاه زميل له اسم دانتي وبيغضوه معهم في العربية لكن بيستغرب توم انهم مش رايحين لمركز الشرطة فبيسألوا سانتوس ليه سلم استوانة الفيديو الليندا وبيعرفوا ان كده حكم عليها بالاعدام وبيقولوا دانتي انهم بيرقبوه من فترة طويلة وبيستغرب توم اكتر فبيعرفوا انهم هم اللي قتلوا فيرمونت وكوتس وقبلها خدوا عينا ان الحمد النوي ببتاحهم وزرعوه في مصرح الجريمة فبيسألهم توم اذا كان كليدي هو اللي بيخطط لهم لانهم مش بالزكاء ده فبيبتسم سانتوس بسخرية وهنا بيكتشف توم ان اللي وراء كل ده يبقى واندر وان واشنطن ما كانش بيبلغ عنه للناقيب بيكز ولكن كان بيبلغ عن واندر نفسه وهنا بيطلعتهم جزء من سلسلة حديد من جيبه في الوقت اللي بيقولوله انهم قبل ما يقتلوه هياخدوا منه عينة من حمده النووي ويزرعوها جنب ليندا بعد ما يقتلوها عشان يبن انه هو اللي قتلها وبينجح توم يفك الكلابشات ويغرزها في بقق دانتي اللي سائل عربية وبيحاول سانتوس يوازل عربية على الطريق لغاية ما بتغبط في عربية تانية وسانتوس بيدرب توم بكوة عشان يصحى يلاقي نفسه مربوط ودانتي بياخد منه عينة من الحمد النووي وبيحاول توم يصحف وهو مربوط وكانه في نفس المكان اللي اتقتل فيه وبيخرج سانتوس وبيبدأوا يضربوا نار على الارض وهو بيصحف عشان يصخروا منه لغاية ما توم حط نفسه في الحفرة اللي عاملنها وبيطلب سانتوس من دانتي يخلص عليه فدانتي بيروح له بيقول لتوم ان دي هتبقى النهاية فبيقول له سانتوس خلص عشان نمشي ولسه دانتي بيلفله بياخد توم الجرافة وبيرشقها فرص دانتي وبياخد مسدسه وبيضرب سانتوس بالنار وبيخلص عليه وفي الوقت ده كليدي كان في بيت ليندا علشان يكبرها تديله الاستوانة وتوم كان في طريقه ليها وبتقول له ليندا فعلا على مكان الاستوانة لكن بيهجم عليه توم بقوة وبيكسر دراعه وبيكلبشه وبيقول ليندا تسيب المدينة حالا وبياخد توم وبيحطه في شنطة العربية وبيروح بعدها البيت واندر اللي بيتفاجئ بوجوده وبيعرف توم انه اضطر يقتل سانتوس ودانتي لانه اتضح انهم قاتل واشنطن وكان عايزين يقتلوه فبيقول له واندر انه كان شاكك فيهم من الاول وبيطلب منه توم انه يخلي كليدي يجي علشان يشوفه حل فبيطمن واندر وبيبعت رسالة لكليدي وهنا توم بيطلع الموبايل اللي اخده من كليدي وبيلاقي واندر كاتب له انه توم هنا ويجي بسرعة عشان يقتله فبيوري له توم موبايل كليدي وهنا واندر اتأكد انه اتكشف وبيقول له توم انهم ممكن يتخطوا المشكلة دي فبيعرفوا ان كل شيء انتهى ولسه بيطلع توم مسدسه بيجي معاله واندر وبيشتابكه مع بعض بكل قوة وبيوقع واندر على الارض وبيفضل يضربه فبيكسر توم سوابعه وبيضربه بعدها بيكلبشه في السلم الحديد وبيصوب توم المسدس ناحيته عشان يقتله لكن بيطلب منه واندر انه يستنى وبيشور على الحيطة وبيقول له انه يكسرها علشان فيها السر كله وفعلا توم بيبدأ يكسر الحيطة واللي بيظهر جواها مئات الملايين من الدولارات وبيعرفوا ان ده يبقى سر قوته لانه عارف كل محامي وقاضي بياخد رشوة وعارف كل اسرار الزباط والمسئولين وبيعرفوا ان ده العالم اللي عايشين فيه ولازمان هو كمان يستغل الوضع فبيقول له توم انه واجب الشرطة القبض على الاشخاص السيئين فواندر بيقوله اننا كلنا سيئين بعدها بيصوب توم المسدس ناحيته وبيعرفوا انه كان صديقه المفضل وبيضربه بالنر وبيقتله بعدها بيشوف توم في بيته وبيدخل عليه بيجز واللي بيقوله انه جاله بعد ما اتصل به عشان يسلم نفسه وبيتفاجئ توم لما بيجز بيعرفه انه مش هيقبض عليه وانه هيخلي الوضع كأنه رجالة واندر تمعوا فيه وقتلوه عشان الفلوس وبيرجع له كمان الشرطة بتاعته وبيعرفوا بيجز انه شغال مع ناس عندها نفوس قوي وهم اللي استعانوا بيه لما بدوا يخافوا من نفوس واندر وبكده هيرجعتهم للشغل تاني ولكن المرة دي تحت سلطة بيجز واخيرا بيكون كلام واندر صحيح وهو انهم كلهم سيئين وهنا بينتهي الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش عشان تتابع فيديوهاتنا الجديدة سلام